بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لترابي مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وأصحابه وذكرى انتصار الدم على السيف ورد عن مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال إن أرض كربلاء تبلغ شرافه حتى على أرض الكعبة هذا ما ورد عن مولانا أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه وقد قالت أرض الكعبة من مثلي وقد بنى الله بيته على ظهري الكعبة هكذا تقول من مثلي وقد بنى الله بيته على ظهري ويأتي الناس من كل فج عميق وجعلت الكعبة تقول وجعلت حرم الله وأمنه فأوحى الله إليها أي إلى أرض الكعبة أنكفي وقري فوعزتي وجلالي ما خلقتك به فيما أعطيت به أرض كربلاء يعني ما فضلتك كما فضلت أرض كربلاء إلا أنه إلا بمنزلة الأبرى يعني الفرق بمنزلة الأبرى إذا غمشت في بحر فحملت من ما هو هذا الفرق يعني بالنسبة إلى أرض كربلاء وأرض الكعبة ولولا تربت كربلاء ما فضلتك ولولا تضمنه أرض كربلاء لما خلقتك ولا خلقت البيت الذي افتخرت به طبعا هذه الروايات وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة بخصوص أرض كربلاء لها قداسة ولها شرف ولها أيضا أمور أعرض عليها إن شاء الله اللي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كربلاء أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة إن الكعبة لم تفتخر على كربلاء بل افتخرت على نفسها الكعبة افتخرت على نفسها ولم تفتخر على أرض كربلاء وجعل ماء زمزم يعني ماء زمزم الذي ينبع حولها حول الكعبة مالحا هكذا ورد في الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر يعني بهذا الأمر أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر عظمة كربلاء وأن كربلاء تفتخر على الكعبة وعلى باقي الأرض ولا يليق الفخر إلا بها فقط يعني بكربلاء الحسين سلام الله عليه ملحمة كربلاء أصبحت ملحمة كربلاء رمز المواجهة بين الحنفية البيضاء والشرك المتلصص بين الحق الخالص وبين الباطل المدنس المدنس بين الشجاعة والبطولة والتحدي وبين التذبذب والانحطاط والتبرير فشاهد الكلام هناك كرامات كثيرة في هذه الأرض كان الإمام الحسين سلام الله عليه ولا يزال ضمير هذه الأمة فهو في العقل مصباح هدى وفي العاطفة سفينة نجاة وهو عند المستضعف كرامة ناهضة وهو عند المظلوم نداء ثائر وهو على الطغاة صوت اللهب وعلى الخانعين يقضتوا تأنيب زين كربلاء نبقى مع كربلاء لا شك في أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام هي امتداد لرسالات الأنبياء كربلاء عشرة امتداد لرسالات الأنبياء ففي كل فصل من فصول كربلاء درس وعبرة استلهمها من تاريخ الرسل والأنبياء والمصلحين قضية كربلاء لا يمكن أن يعني أن نختصرها بشيء يسير لأن دروسها لا تنتهي يعني دروس كربلاء لا تنتهي والدروس نفسها مع مرور الزمن نحتاج إلى الشهامة يعني نرجع إلى كربلاء نحتاج إلى الشجاعة نرجع إلى كربلاء كذلك الإيثار والتضحية فكربلاء هي التضحية والإيثار والشهامة والشجاعة والصبر والعزم والدفاع عن الإسلام زين بعد بالنسبة إلى واقعة كربلاء كربلاء هي ثورة مستمرة يعني مستمرة في نفوس المؤمنين أي لا يستطيع أحد من العالم أن يخمد هذه الثورة مهما كان مهما كان لا يستطيع وهي الماضي لتصنع المستقبل وكربلاء واقعاً يعني حياة صنعت يعني صنعت الثورات يعني الثورات التي انبثقت بعد ثورة كربلاء كلها يعني تمت إلى كربلاء إن كربلاء هي مدرسة متكاملة كربلاء مدرسة متكاملة بمختلف فئاتها فالشاب بإمكانه يأخذ من علي الأكبر لاعتبار في كربلاء يأخذ من القاسم يأخذ من أهل البيت عليهم السلام والشيوخ أيضاً يأخذون من حبيب مثلاً ابن مظاهر الأسدي يأخذون من مسلم ابن عوسجه وهكذا النساء بإمكانهن يأخذن من زينب الحوراء سلام الله عليها وهي جبل الصبر الحوراء زينب فشاهد الكلام أن كربلاء تبقى على مرور الأزمنة لقد حضيت الأيام العشرة الأولى ونحن الآن فيها لقد حضيت الأيام العشرة الأولى خاصة لا مثيل لها أبداً ما حدث فيها من واقعة هزت كل ضمير وحركت كل فطرة يعني هاي العشرة الأيام الأولى قضية الإمام الحسين عليه السلام حركت كل ضمير وكل فطرة وأثارت كل عقل إنها ملحمة عاشوراء وما أدراك ما عاشوراء إنها نهضة خالدة جسدت كل تعاليم الرسالات يعني كل تعاليم الرسالات اللي هي تجسدت في كربلاء وإنها صرخت حق دوت في كل أفق كربلاء صرخت حق دوت في كل أفق أيام عاشوراء هي أيام الله الأيام كلها لله لكن أيام عاشوراء تعد من أيام الله سبحانه وتعالى زيان وهنا نعيش أولياء الله سبحانه وتعالى نتذكر الملاحم البطولة ونتذكر الشجاعة الإيمانية وفي سبيل الله حيث ذكريات الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه الذين سطروا أروع لاحم في اليوم عاشوراء وتشوف الإمام الصادق عليه السلام دائما يذكرهم يعني يذكر أصحاب الحسين عليه السلام عندما يتوجه بالزيارة السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أميرونين إلى أن يقول السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي إلى أن يقول السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين بأبي أنتم وأمي طبتم وطابة الأرض التي فيها دفنتم وفستم الله فوزا عظيما نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من أتباعي والثبات على ولاية محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين